هو القوانين والمدوانات التي تكتب فيما يتعلق بالأسرة الزواج والطلاق والحضانة والإرث وما شبه ذلك القوانين وحدها لا يمكنها ردع المتلاعبين بالطلاق ولا التقليل من حالاته ما بلغت هذه القوانين من درجة الإتقان والإحسان والارتباط بالشرع وإنما يحتاج الأمر بالإضافة إلى وازع القانون والسلطان يحتاج إلى وازع التربية وهذا ما تحدثنا عنه قبل يعني القانون موجود والمدوانة موجودة ولكن الناس كيف هي أحوالهم ولذلك سيدنا عمر بن عبدالعزيز كان يقول يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوه من الفجور فإذا المطلوب نقتبس من تراثنا ما يصون مجتمعنا ويحميه من نزوات الأفراد ومن طبائعهم المتقلبة نعم وإن نبغي أن نراجع مصطرة الشقاق الآن في المدوانات الأسرة أغلب حالات الطلق يسلك الناس فيها مصطرة الشقاق وعدم التشدد في مواد الطلق حتى تضحى سيفا مصلة على الرجل والمرأة ويجعلهما يعيشان في حرج حيث طبق المرأة كان معلقة والزوج لا هو ذو امرأة ولا هو خلو من الزواج ولذلك نقول كل قيد يوضع للسبقاء الزوجية ويحد من ظاهرة الطلاق ويتماشى ومقاصد شرعة فنحن نرحب به وإن نبغي أن نعمل أساسا على إصلاح الفرد وعلى إصلاح المجمع وعلى تربيتهما على مكارم الأخلاق وعلى محاسن العادة إذ ذلك في اعتقاده هو الكافيل بالمحافظة على الأسرات وعلى أفرادها وليس فقط تعديل المدوانات والقوانين نحن مع التعديلات ومع القوانين ولكن بالإضافة نحن مع تربية الفرد وتربية المجمع للحد من هذه المشاكل لا بين الزوجين ولا بين الجارين ولا بين الشريكين ولا بين خلق الله إجمعين أبدا من تربية